تصدر أحد الثيران الضخمة عنوين الصحف وأصبح نجم مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام واللي وصل وزنه لطنه 400 كيلو جرام واطلق على الثور ده اسم نيكرز ونيكرز من سلالة هولشتاين فريزيان وطوله أقل من مترين وعمره سبع سنوات ويعتبر نيكرز من أطخم الثيران في أستراليا أما عن أطخم ثوري تسجل في موصوع الجنس للأرقام القياسية كان وزنه 2267 كيلو جرام تم اكتشاف ضفضع عملاق وصل وزنه ل2 كيلو 700 جرام وهو متواجد في حديقة كوينزلاند الشمالية في أستراليا واطلق على الضفضع ده اسم توتزيلا وهو نوع من ضفاضع القصب السامة بيتغذى على الطيور والزواحف والحشرات وآخر ضفضع تسجل في موصوع الجنس للأرقام القياسية كان وزنه 2 كيلو 650 جرام سنة 91 في دولة السويد بيمتلك الكلب حاسة شم قوية جدا فبيقدر يشتم رائحة مالكه من مسافة تصل لـ 18 كيلو متر وحاسة الشم عند الكلاب أقوى بألف مرة من حاسة الشم عند البشر والكلاب حيوانات بتمتلك 200 مليون من مستقبلات الشم في الأنف و90% من الأوعية الدموية الموجودة في رأس الكلب بتتركز في منطقة الأنف لتقوية حاسة الشم في ظاهرة غريبة من نوعها تم تسجيل رقم قياسي عالميا لطائر استطاع الاستمرار في الطيران لمسافة بعيدة جدا لم تسجل لطائر قبل كده وقالت موصوع الجنس للأرقام القياسية إن الرحلة دي تم تسجيلها لطائر من نوع غدت المعروف بمنقارو الطويل والمسافة اللي تسجلت كانت 8495 ميل يعني حوالي 13500 كيلو متر والرحلة دي كانت لمدة 11 يوم من ولاية آلسكا الأمريكية لجزيرة تيسمانيا جنوب استراليا والطائر في المدة دي لم يحصل على أي طعام أو راحة سمكة النمر أو سمكة جالوت من أخطر الأسماك اللي ممكن تسمع عنها ومعروفة بأسماء أخرى زي شيطان النهر أو السمكة اليهودية وهي نوع من الأسماك بتتغذى على أي حاجة تعدي قدامها سواء الأسماك أو الطيور أو حتى البشر وهي سمكة شرسة جداً وبتشبه في الشكل سمكة البيرانة لكن حجمها أكبر وبتمتلك أسنان شكلها مخيف وهي عبارة عن 32 سن مدبب ووزنها بيصل لستة كيلو جرام وطلها حوالي 180 بوصات وهي سمكة بتمتلك سرعة فائقة وتمتاز بقدرتها على القفز لارتفاعات كبيرة والنوع ده بيمتلك شراها في الأكل دون الشبع وتعتبر من أطخم الأسماك اللي بتعيش في المياه العذبة السقر هو أحد أفضل المفترسات اللي بتنحدر من فصيلة الطيور الجارحة وأقل ما يقال عنه أنه ملك السماء بلا منازع وتم تصنيفه من أسرع الكائنات على وجه الأرض والسقر من الطيور اللي بتمتلك مهارات رائعة في الصيد فعنده مقدرة على حملة أوزان تساوي ضعف وزن حجمه وبعض المعلومات اللي صدرت عن مختبر كورنيل لعلم الطيور بتقول إن السقر لو وزنه 1.5 كيلو جرام بيكون عنده مقدرة على حملة أرنب وزنه 3 كيلو جرام من أهم المعلومات اللي نعرفها عن النمل إنه بيعيش في مستعمرات فيها الملايين منه لكن في نوع من النمل بيطلق عليه النمل المخملي أو النملة قاتلة البقر وهي حشرة بتشبه النمل كبير الحجم وبتمتلك شعر على جسدها وبتعيش لوحدها والباحثين في علم الحشرات بيقولوا إن النوع ده من النمل ممكن يقتل حيوانات ضخمة زي البقر من شدة الألم وبالرغم من كده هي حشرة مسلمة وعملية اللدغ اللي بتعملها علشان تدافع عن نفسها لو أي كائن حاول يئذيها أو يقرب منها أطول فترة حمل المخلوق في عالم البحار هي لحيوان بحري بيطلق عليه القرش المزاركش فبتصل حمل الأنسى الخاصة بي لثلاث سنوات ونصف والسبب ده بيجعل موسم التزاوج للنعدة من القروش غير معروف والقرش المزاركش بيعيش في أعماق بعيدة بتصل لألف وخمسمائة متر تحت سطح المياه وبيصل طول النعدة من القروش لحوالي اتنين متر وهو شبيه بسمكة الأنقليس الرعاد وبيمتلك تلتميت سنة في فكه مرتبة في خمسة وعشرين صفة وتعتبر الفريسة المفضلة ليه هي الحبار سمكة شمس المحيط والمعروفة باسم آخر مولا مولا تعتبر من أثقل أنواع الأسماك في المحيطات واللي بيصل وزنها في وقت البلوغ لألف كيلو جرام والغريب إنها وقت ولادتها بيكون حجمها صغير جدا واللي بيصل لتلاتة ملي متر وبالرغم من حجمها هي سمكة غير مؤزية للإنسان وبيحتوي لحمها على سموم لكن في دول شرق آسيا بيكلوها بعد إزالة السموم منها وهي سمكة لا تمتلك زعنفة ذيلية الكتير مننا بيكره الحشرات خاصة الذباب وكلنا نفسنا إنه ينقرض بس الكتير ما يعرفوش إن الذباب لو انقرض هيؤدي لانقراض الإنسان معاه بسبب الجوع والمرض لأن الذباب هو المسؤول عن تلقيح أكثر من 11 ألف نوع من نباتات واللي بيعتمد عليها 966 نوع من الطيور في تكاثرها وغذائها والطيور دي لو حصل لها أي ضرر هيحصل زيادة كبيرة جدا في 77 نوع من الحشرات والآفات الضارة وده طبعا هيأثر على المحاصيل الزراعية اللي بيتغذى عليها الإنسان الكاما هو حيوان ناتج من عملية تلقيح صناعي ما بين ذكر الجمل وأنسى اللاما وتم ولادة أول حيوان كاما في 14 واحد سنة 98 في مركز توليد الجمال في دبي والهدف من عملية التهجين هو حيوان قادر على إنتاج الصوف بكثافة زي اللاما وفي نفس الوقت بيمتلك حجم وقوة الجمل واللاما بيتغذى على جميع النباتات وبيشرب المياه بكميات هائلة وبيقدر يحتفظ بيها لوقت طويل زي الجمال طائر الشبنم يصنف من أخطر الطيور في العالم ويعتبر تاني أثقل طائر في العالم بعد النعامة والطائر ده يقدر بضربة واحدة من قدمه قتل إنسان بالغ بالإضافة لامتلاكه من آر قوي جدا فضربت من آره بتشبه طعنة الخنجر الحاد وأنساء الشبنم بتضع البيض الخاص بيها بجانب أي ذكر تقابله والذكر ده يقوم برعاية البيض لمدة تصل لتسعة أشهر وبعدها بيرعى الصغار أما الأنسة بعد ترك البيض الخاص بيها بتبحث عن ذكر آخر للتزاوج سلحفات البين والبيضاء أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت صحف المجلات العالمية وده بسبب إن العلماء اكتشفوا حالة غريبة جدا في السلحفات وهي إنها عيشة وقلبها خارج جسدها وتم تصنيف سلحفات البينو بإنها الكائن الوحيد على الأرض اللي عنده الحالة الغريبة دي ونشر صاحب السلحفات صورة لها على حسابه الشخصي وقال إنه بيعتني بها باستمرار وده للحفاظ على حياتها في واقعة غريبة تم العثور على جثتين لاثنين من الصيادين وذلك في عام الف وتسعمائة وأربعة وتسعون وكان لابد من معرفة سبب الوفاة ولكن لم يتم العثور على أي معلومات تفيد المحققين في تلك الواقعة وبعد البحث والتشريح تم التوصل للسبب وهو السمكة الباقو وهذه السمكة من أكثر الأسماك خطورة في عالم البحار والذي يثير للدهشة أن سمكة الباقو تمتلك أسنانا شبيهة بأسنان الإنسان وتستخدمها للفتك بأي مخلوق يحاول الاقتراب منها وسمكة الباقو تستطيع إذاء البشر أيضا ولذلك لا تحاول الاقتراب منها عند رؤيتها في ولاية نيوجيرسي الأمريكية حصلت حاجة غريبة جدا وهي أن غزالة عيشة وفي سهم مخترق عظام الجنجوم الخاص بها والسهم ده كان سببه صياد بيحاول يصطاد وفشل بعدها والغريب أن الغزالة لسه عيشة والأطباء بيقولوا أن السهم ده لو تشال هيبقى فيه خطر على حياتها والأفضل لها أنها تعيش في الألم ده أحسن من الموت وللأسف الموضوع ده موجود في غزلان كتير لاحظ الصيادين وجود جروح عميقة على بعض أنواع الأسماك زي السلمون والتونة والدلافين بالإضافة للقروش والجروح دي ممكن تصل لعشرين جرح في كل سمكة وللأسف الأسماك اللي بتتعرض للنعدة من الجروح بيجدها الصيادين ملقى نافقة على الشواطئ لكن الناجي الوحيد هو السمك القرش لأنه بيقدر يعمل استشفاء سريع لجسده وكل ده بسبب نوع من الأسماك شكله جذاب بيطلق عليه اللامبري ومشهور بمصاص السخور وبيمتلك النوع ده فم مستدير ومليء بأسنان حادة في المنتصف بالإضافة لوجود لسان مدبب مكون من ثلاث أجزاء بيقدر من خلاله الالتصاق على أي سمكة وده بغرض اختراق لحمها وبيفرز مواد مضادة للتخثر وبيبدأ بعدها شفط دم الضحية اكتشف العلماء ظاهرة غريبة جدا وهي وجود عضات عميقة على القروش والحيتان الضخمة والدلافين بالإضافة لسمك الميرلين والغريب إن العضات دي بيكون لها تأثير قوي بيصل للموت وعلشان يعرف الباحثين مين السبب كان الشك الأول لسمكة اللامبري لكن حجم العضة اللي بيصل لسبعة سنتيمتر نفى الشك ده وبعد فترة تم التعرف على صاحب العضة المخيفة والشرسة وهو قرش صغير أطلقوا عليه قرش الكوكيز علشان الجروح اللي بيسببها بتكون على شكل حلوى الكوكيز وبالرغم من صغر حجم النوع ده من القروش اللي بيصل لخمسة وخمسين سنتيمتر إلا إنه وحش مرعب للقروش الكبيرة والحيتان والنوع ده بيمتلك أسنان شبه المنشار مكونة من سبعة وثلاثين سن على شكل إبر وواحد وثلاثين سن على شكل مثلثات متصلة ببعضها البعض أول حاجة بيعملوها بعض الصيد إنهم يدفنوا السقر تحت الرمال حتى منطقة العنق والسبب هنا إن السقر بيمتلك عزة نفسه كبرياء شديدة فما بيقدرش يعيش غير وهو حر لأن أول ما بيتم أسره بيفضل الانتحار عن إنه يعيش أسير للبشر والسقر علشان ينتحر بيقوم بنقر جسده بمنقاره حتى الموت وفيه سبب تاني بيخلي الصيادين يدفنوه في الرمل وهو التوتر الشديد اللي بيحصل للسقر فالتوتر بيخلي قلب السقر يخفق بسرعة جديدة والسبب ده ممكن يخلي قلب السقر ينفجر وبالتالي يموت السقر وعلشان كده بيتم سكب الماء على الرمال من الصيادين تراقص الثعابين على المزمار الكتير مننا كان بيستغرب هي ازاي بتتراقص على المزمار بالرغم من عدم امتلاكها آذان خارجية لكن تفسير اللي بيحصل ان الثعابين من الكائنات اللي بتمتلك اعصاب حسية في جلدها والاعصاب دي مرتبطة بالحبل الشوكي واول ما تحس بحركة بسيطة على الارض بتتنقل الذبذبات عبر جسدها العظمى متصلة بالأذن الوسطى وبعدها بتتنقل للأذن الداخلية علشان تسمع وبالرغم من كده هي بتقدر تسمع الترددات المنخفضة فقط وبتعود ده بامتلاكها حسة شم قوية بتساعدها في التعرف على الفرائس طائر الكاتب او كما يطلق عليه سقر الجديان هو صاحب اقوى من قار في عالم الطيور فابتصل قوته لمية خمسة وتسعين نيوتن والقوة دي تعادل خمس اضعاف وزن جسده وبالتالي وقت هجومه على الفريسة بتجعل وزنه يقدر بثقل عشرين كيلو جرام والقوة دي بتساعده في صيد الفرائس بسهولة فبيقدر يستغد الافاعي والارانب البرية والقوارد ومن اهم الفرائس الذباء والغزلان وده سبب تسميته بسقر الجديان والصفات الرائعة دي جعلته شعار لدولة السودان الشقيقة وهو طائر بيمتلك عزة وكبرياء زي البشر علشان كده ما بيقبلش تدريب الانسان ليه وبيتم الاستعانة بيه في الصيد وبعض الرياضات ويعتبر النوع ده من اقدم انواع السقور في العالم الانقليص الرعاد من اخطر انواع الاسماك الموجودة في البحار فجسمها مؤهل انه يطلق شحنات كهربائية بتصل لستميت فولت ولو كانت السمكة حجمها اكبر بتصل الشحنات لتمنمية وستين فولت والكمية دي تكفي لشل حركة انسان بالغ وبيتواجد 500 نوع من الاسماك اللي بتمتلك القدرة دي لكن الانقليص الرعاد بيعتبر من اقوى واخطر الانواع وبتستخدم الانقليص الرعاد الشحنات الكهربائية في صيد بعض الفرائس زي البرمائيات والطيور وبتمتلك بصر ضعيف لكن بتعود ده عن طريق استخدام شحنات صغيرة اقل من 10 فولت وده لاستخدامها كرادار للتنقل والصيد وبتقدر تعيش خارج المياه لمدة تصل ل30 دقيقة وبتعيش الانقليص الرعاد قصة في نهر الامازون جنباري المانتس هو احد انواع مفصليات الارجل والنوع ده بيمتلك زوائد في رجلي الامامية بيستخدمها في الدفاع عن نفسه وده عن طريق ضرب الفرائس بقوة تعادل قوة رصاصة من بندقية عيار 22 وبتصل سرعة الزوائد لحوالي 80 كيلو متر في الساعة وسبحان الله ربنا ميزه بالقدرة العجيبة دي علشان يقدر يتغذى على الفرائس المغطاة بصدفة او هيكل قوي زي المحار وسرطان البحر وجنباري المانتس بيمتلك نظر قوي جدا لان كل عين بيمتلكها فيها 12 نوع من مستقبلات الضوء اللي يقدر يحدد من خلالها الكتير من اطياف الالوان ومقارنة مع الانسان فالانسان بيمتلك ثلاث انواع من مستقبلات الضوء وبيقدر يشوف الالوان الرائعة دي فتخيل جنباري المانتس ايه اللي ممكن يشوفه خلد الماء او البلاتيبيوس هو احد انواع الثديات اللي حيارت كتير من العلماء في تحديد نوعها وده لانه كائن غريب جدا فهو بيمتلك منقار في وجهه وبيبيض زي الطيور وفي نفس الوقت بيمتلك ذيل زي القندس وانساء لما بتبيض بترضع الصغار بعدها وخلد الماء من الحيوانات السامة جدا فالذكر بيمتلك مخلب سام يقدر من خلاله قتل حيوان في حجم الكلب والغريب ان درجة حرارة جسده بتصل ل32 درجة في حين ان باقي الثديات بتصل ل37 درجة وهو حيوان بيتغذى على جراد البحر والديدان والسمك وبيعيش 11 سنة في البرية و17 في الاسر ووزنه بيكون من 700 درام لحد 2.5 كيلو جرام وطوله من 43 ل50 سنتيمتر قرد البابون من اكبر انواع القردة الموجودة في العالم وفي الحضارة المصرية القديمة كان البابون من الحيوانات المقدسة وقتها لانه بيجمع بين القوة والذكاء وقرد البابون حيوان اجتماعي جدا وبيعيش في مجموعة بيطلق عليها الفرقة وبيتواجد فيها من 20 لمائة قرد وفي كل فرقة بيتواجد مجموعة من الجنود مهمتها حماية الاناث والصغار ولازم يكون واحد منهم الزعيم بيتم اختياره من قبل الفرقة وبيكون اقوى واسكى قرد فيهم وبيمتلق قرد البابون فك قوي جدا ومخالب حادة وبيتواجد اربع انواع من البابون بتعيش في افريقيا والجزيرة العربية وبيتغذى على النباتات والفواكه بالاضافة للسحالي والحشرات الكوالا هو احد فصائل الجرابيات ومعروف عنه انه حيوان كسول جدا وده لانه بينام 20 ساعة يوميا ومن اغرب المعلومات عن الكوالا انه بيالد صغاره غير كاملة النمو لكن اول ما بتتولد بتظل 6 شهور في جراب الام وده لاستكمال نموها وبتتغذى الكوالا على اوراء الشجر وعلى التراب وده للحصول على الكالسيوم وبعض المعادن اللي بيحتاجها الجسمه ومن الانواع اللي بيتغذى عليها اوراء شجر الكافور وشجر الاوكاليبتوس وهي ثامة جدا لكن الجهاز الهضمي للكوالا بيقوم بابطال السم بمجرد دخوله للمعدة وبيمتلك الكوالا اظافر قوية وطويلة بتساعده على تسلق الاشجار وبيتراوح وزنه ما بين 14 الى 15 كيلو جرام وطوله من 60 ل 75 سنتيمتر يصنف العقرب من مفصليات الارجل التابع لردبة اللافقريات وبيمتلك العقرب سم اقوى من سم الثعابين وبيتواجد منه الفين نوع حول العالم منها 30 نوع سام والسم اللي بيمتلكه العقرب عنده قدرة انه يقتل انسان بالغ والسم ده موجود في غدة في نهاية الذيل وبيصل سعر الجرام الواحد منه في بعض الانواع لعشرة الاف دولار وبيرجع السعر الغالي ده لاهمية سم العقارب في صناعة بعض الادوية زي الادوية الخاصة بالكشف عن الخلايا السرطانية بالاضافة لاهميته في مساعدة الجسم البشري لقبول اعضاء مزروعة وبيمتلك العقرب رؤية ضعيفة جدا وما بيقدرش يسمع لكن بيعتمد على الزبزبات القادمة من حركة اي فريسة في محيطه وبيعتمد العقرب في غذاءه على الحشرات الصغيرة والسحالي على الرغم من ان الثعابين السامة قاتلة للبشر والحيوانات الا ان البدو العرب بيستخدموها في علاج الجمال من مرض الهيام والمرض ده لما بيصيب الجمل بيخليه رائب الشمس من الشروق لوقت الغروب وده من غير طعام وبيفضل لفترة لحد ما يضعف ويموت وبيكون العلاج عند البدو هو فتح فم الجمل وادخال افع سامة في اعتقاد منهم ان السم بيتفاعل مع جسم الجمل فيتم شفاءه لكن الطب الحديث نفى العلاج بالطريقة دي لان مرض الهيام عبارة عن جرسومة بتعيش في الدم وبتتنقل عن طريق الزباب المص للدماء او اكل الجمل للفضلات بالخطأ وبتكون الاعراض هي حمى وسيلان دموع وظهور اورام على جسم الجمل وبيتم علاجه عن طريق الحقن واغذة دواء اللازم المنبا السوداء تصنف من اطول انواع الثعابين سمية في العالم وهو نوع من الثعابين شارس جدا فهجماته على البشر وده بسبب سماعها القوي وحجمها الكبير اللي بيصل لتنين ونص متر واللي ممكن يصل في بعض الاحيان لأربعة فاصل تلاتة متر ويصنف سم المنبا السوداء بانه اكثر سمية من الكبرى بعشرين مرة وسم المنبا السوداء عبارة عن سم عصبي بيصيب الضحية بالشلل التام وتوقف القلب والتنفس في دقائق معدودة وعلشان المنبا تقدي على انسان بالغ فهي بتحتاج لقطرتين من السم الموجود في فكها العلوي وبيحتوي فكها على انياب بيصل طلها لستة ونص ملي متر وسرعة ثعبان المنبا بتتراوح من عشر لاثناشر ميل في الساعة وبتعيش في المتوسط عشرين سنة وممكن تصل لخمسين سنة بايثون الاشجار الخضراء تعتبر من اخطر انواع الثعابين العصرة واطلق عليها الاسم ده لانها بتقضي معظم وقتها على الشجر وبيشاع عنها بعض المعلومات الخاطئة وهي انها بتتغذى على الطيور لكن تم عمل فحص لاكثر من الف معدة خاصة للبيثون الخضراء ونتيجة الفحوص كانت عدم وجود بقايا للطيور داخلها واستراتيجية الصيد الخاصة بيها هي عض الفريسة اولا وبعدها بتلتف حواليها لحد ما توصل انها تخنق الفريسة وبيصل طول الفايثون الخضراء البالغة من مية وعشرين لبتين سنتيمتر وبتقدر تتعرف على ضحاياها عن طريق استشعار الحرارة المحيطة بجسدها وبالتالي بتحدد الفريسة واماكن تواجدها في العالم هي الغابات المطيرة في استراليا واندونيسيا وغنية الجديدة تصنف افع الكبرى من اكثر انواع الثعابين سمية في العالم وبتمتلك الكبرى انياب سمة في فكها العلوي وعلشان تصطاد ضحاياها الطريقة الاولى هي غرز انيابها السمة في جسد الضحية اما الطريقة التانية فهي بخ السم بطريقة مباشرة واماكن تواجد الكبرى في العالم فهي بتعيش في افريقيا وجنوب اسيا وجزر الهند الشرقية وتعتبر افع الكبرى الملك من اطول الثعابين السمة في العالم اللي بيصل طولها لخمسة ونص متر ومن اهم انواع الكبرى الكبرى الهندية اللي بيصل طولها لاثنين متر وبتمتلك الكبرى حاسة تشم قوية ده بالاضافة للرؤية الليلية الممتازة وبتتغذى الكبرى على الضفاضع والثاديات الصغيرة بالاضافة للأسماك والطيور تصنف الخفافيش من الثاديات الوحيدة اللي بتمتلك قدرة الطيران وبيتواجد منها حوالي 1100 نوع حول العالم واكبر انواع الخفافيش الخفاش الثعلب اللي بيصل وزنه لكيلو 400 جرام لكن اصغر الانواع بيطلق عليه خفاش الحذوة الصغير اللي بيصل وزنه لأقل من 45 جرام وبيشاع عن الخفافيش انها بتتغذى على الدماء فقط لكن بالاضافة للدماء فهي بتتغذى على الفواكه والحشرات وده حسب نوعها وتعتبر الخفافيش من الثاديات اللي ليها دور مهم في زراعة بعض انواع الاشجار وده بسبب القاء البزور اثناء تغذي عليها وتعيش الخفافيش في المناطق الدافئة القريبة من خط الاستواء فهي بتتواجد بكثرة في جنوب وشرق اسيا وبعض الانواع الصغيرة منها بتعيش في افريقيا تصنى في الاناكندا من اضخم انواع الثعابين في العالم فبيصل طولها في المتوسط لستة امتار وبعض الانواع منها ممكن تصل لحوالي عشر امتار وده بسبب حدوث تفارات جينية وبتمتلك الاناكندا عضلات قوية في جسدها وعلشان تستاط فريستها بتغرز انيابها الحادة في جسد الضحية وده لتوقف سريان الدورة الدموية وبالتالي عدم وصول الدم للمخ وباقي الاجهزة وتنقسم انواع الاناكندا لانواع تبيض وتحتضن البيض حتى تخرج الصغار وبعض الانواع زي اناكندا امريكا اللاتينية البيض بيكون جواها وبتخرج الصغار منه وهي داخل جسدها وبعدها بتخرج من الام وكأنها بتلت زي الثديات ومن اضخم انواع الاناكندا الاناكندا الخضراء اللي بيصل وزنها لمتين كيلو جرام يصنف الحبار من الكائنات البحرية التابعة لشعبة الرخويات وبيمتلك صدفة بتسمى لسان البحر وهي عبارة عن صدفة داخلية ممتلئة بالغاز بيقدر من خلالها التحكم في كمية الغاز الموجودة جواها وده بيساعد الحبار لو كان عايز يغوص لاعلى او لاسفل في المياه العميقة وبيمتلك الحبار ثماني ازرع وزوج من المجسات بتحتوي على ممصات مسننة بتساعده على صيد الفرائس زي الرخويات الصغيرة والسرطان والروبيان بالاضافة للأسماك والحبارات الاخرى والحبار موجود منه حوالي 300 نوع بتتفاوت احكامه حسب نوعه فبيصل طوله من 20 سنتيمتر لأقل من 30 سنتيمتر واكبر الانواع منه هو الحبار الاسترالي اللي بيصل طوله ل50 سنتيمتر ويمتلك الحبار القدرة على تغيير لون جسده وده بسبب احتواء جسده على ملايين الخلايا الصبغية تصنف افعال بايثون من الثعابين الغير سامة وبيتواجد منها اكثر من 40 نوع وجمعها بيتفاوت احجامها حسب نوعها فاصغر الانواع منها زي بايثون عش النمل بيصل طولها لعدة سنتيمترات واكبر الانواع منها بيصل لتسعة انطار وهي افع الثعبان الشبكي واستراتيجية الصيد الخاصة بيها هي نصب الكمائن وبعد وقوع الفريسة تقوم بالالتفاف حولها بقوة وده لمنع وصول الدم الى المخ بعكس ما يظن البعض بانها بتكسر عزام الفريسة اما عن اماكن تواجدها في العالم فهي بتعيش في اسيا اوروبا وافريقيا وافع البايثون بتعيش حوالي 25 سنة وفي بعض الاحيان بتصل ل35 سنة اشتركوا في القناة